مشاهدين أخبار الأمال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفات الاقتصادية وقفة اقتصادية مع ميرنا وليديني كي ميرنا شكرا لكم أهبا ورقائي والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن مصر قد استطعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الأفريقية وأضاف تحليل المركز أن وجود منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية يعني قدرة القارة على خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الأفريقي وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض تعرفات الجمهورية على 90% من البضاع المتداولة قام وزير البترولا طرق الملة بجولة ميدانية لمشروعات توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترولا بدور بالأسكندرية وافتتح خلالها التشغيل التجربية للمرحلة الثالثة من المشروع ويشمل المشروع مجمع التقطير الجوي والتفريغي ومشروع معالجة السولار بالهايدروجين ومشروع إنتاج الهايدروجين ووحدة معالجة المياه الحمضية ووحدة مياه التبريد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جمعي لدى إغلاق تعاملات مضعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع وربح رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 101.190 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو ملياري جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي أكسا 30 بنسبة تقدر بـ 24 من 100% ليبلغ مستوى 17.595 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكسا 70 بنسبة تقدر بـ 37 من 100% ليبلغ مستوى 3530 نقطة وشملت الارتفاعة مؤشر إي جي أكس 100 الأوسع نتاقا والذي أضاف نحو 49 من 100% ليبلغ مستوى 5217 نقطة وصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطئه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري وبحسب الأرقام المعلنة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية فسجل الناتج المحلية الإجمالية نموا بمعدل بلغ 1.1% على أساس سنويا وهو أدنى معدل نمو فصلية منذ الربع الثاني من عام 2021 وذلك على خلفية طابات الأنشطة النفطية طلب حكم مصرف لبنان المركزي اللبناني المؤقت الجديد وسيم منصوري حكومة بلادها التي تواجه أزمة بضرورة إجراء إصلاحات المالية وأكد منصوري الذي سيتونى غدا قيادة البنك أن المصرف سيبدأ حوارا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف نوجب الآن أن يتولى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم يوم غد وبالتالي من سيوقع على الصرف أو سيرفضه سيكون هالأمر مناطفيني أنا أبأكد لكم أمر لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم رجائي وهيبة شكرا شكرا